اكوفد يعني من المأثور التاريخي احنا عدنا يعني عشائرنا في جنوب بابل اي اسمعنا استاذ نجيم توياك اسمعك استاذ علي يقولون هذا يقول عدنا احد المشايخ يعني الكبار اللي هنا لنا وهو نايف الجريان الله يرحمه اي يقول هذا فريديوم ويجي اللي قاله واحد شاف لواحد يمشي بالطريق فالواحد هو المعروف عنه يعني مكرم السامح حرام ومال دواب اي فهو من شوف نايف نايفه عرفه اي اركض اربط الدابة وقوم صلي فيقول هذا فات من يم قال ابوية كمل صلاتك يعني وروح رجع الدابة لأهلها وتعال وراي زين اي هذا الانسان هذا الشيخ على بساطة من تعامل من لقى ساري قال تعال ابوية رجع اللي اخذته لأهله وبعدين تعال هناك نتفاهم هي متايهة السالفة انه انت اليوم تحمني كل ما جرى كل ما صار واطلع ويطلع الاطار اليوم هو سبب فساد 18 سنة ويطلعون البقية ياذا احنا لحد البارحة كاك مسعود يبيع النفوط رهن النفوط العراقي وبالنتيجة هذا شريكك والمحكمة الاتحادية صدرت علي قرار وما يلتزم ولحد هالساعة هاي اليوم يودي الإجنة حتى تتفاوض على قرار محكمة التحادية ياخي والله زحمة زين هذا شريك في تحالف ثلاثة يريد اصلاح الوضع ياخي هذا مو شريك هذا يعني انت جايب لك واحد علي كل الشبهات يعني مرة في داخل الاقليم ونفسهم اليوم بالاقليم الناس تموت من الجوع وتجي الرواتبها ويموتون واحد واثنين وثلاثة بسبب فشل هذا يعني بناء على سالفتك هاي خلأ اكمل لك ساد نجيم خلأ اكمل لك كمل والطرف الثاني انت اليوم تيجي تسالف لي بالطرف الثاني عليها ما عليها من كل المشاكل زين يعني عليها كل المشاكل بما فيها خروقات دستورية بما فيها مشاكل مادية بما يعني وبعدين انا تريدني اجي اصدق انه هذا التحالف هو مبني من ثلث ملائكة صالحين وهدولة الثلث ملائكة صالحين راح يصلحون وضع البلد وبالنتيجة الاطار هو كان سبب دمار البلد زين هاي شون يتوصلها للمجتمع اللي يعرف الحقيقة زين يا فستاذ نجيم احنا اليوم مسؤوليتنا بالحقيقة مسؤوليتنا امام الله قبل ما تكون مسؤوليتنا امام الشعب ونعم بالله لازم كل من يتحمل مسؤولية افعاله ومثل ما ضربت لك المثل هذا المثل نايف الجريان الله يرحمه هو انا اردت وقف اردت وقف عد مثل المرحوم احنا هم عدنا مثل يقول حرام اللي هو شعرف حرام الغنم وبعدين انتو طلعتوا كلكم تاكلون بهاي الكعكة زين احنا شنو اللي اخذنا من هاي الكعكة اللي مرة تاكلوها بسوة ومرة ياكلها طرف اخر انا كمواطن شنو ذنبي انا اش اخذت لما انتم موحدين واش راح ااخذ لما تفترقوا خلينا بالصراحة يعني انتم الان الان اكتشفتم البرزاني بائق النفط